الساسة يتنازعون والجنود غاضبون والاقتصاد ينهار هذا هو حال إسرائيل من الداخل بعد ستة أشهر من الحرب على غزة لم تجن خلالها سوى العزلة الدولية غير المسبقة وخسائر مالية تضرب اقتصادها في مقتل إضافة إلى فقدان دعم الولايات المتحدة الحليف الأقوى عالميا ناهيك عن طره للجيش الذي بات جليا ولا تخطئه الأعين إرهاصات هزيمة غير معلنة للجيش الإسرائيلي في غزة يحاول رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو التعتيم عليها بحديثه عن اجتياح بري لرفع فعلى الصعيد السياسي أفرزت الحرب على غزة طبقات متعددة للخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي لا تتوقف عند التعارض بين اليسار واليمين أو المعارضة والحكومة بل تعدت فيه إلى أشكال أكثر عمكا ووضوحا حيث عبر كثيرون من كل الأطواف السياسية عن غضبهم من فشل الحكومة في معالجة القضايا الرئيسية مثل إصلاح التجنيد العسكري والصعوبات الاقتصادية التي تواجه جنود الاحتياط العائدين من غزة ومع استمرار الحرب يتصعد السخط الشعبي ضد نتنياهو كما تتزايد الدغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار خاصة بعد سلوك الولايات المتحدة مسلكا مغيرا لسياستها الثابتة تجاهة لأبيب بالامتناع على استخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الاثنين والاكتفاء بعدم التصويت وعلى الصعيد العسكري شكلت الحرب على غزة إخفاقا كبيرا للجيش الاحتلال واستنزفت قواته خصوصا البرية التي أصبحت متهلكة بفعل ضربات مقاومة ورغم مرور ستة أشهر لم يستطع جيش الاحتلال تحقيق إنجاز حقيقي في قطاع غزة لا على مستوى الأنفاق ولا على مستوى التكتيكات ولا على المستويات الأخرى بحسب محللين عسكريين وسائل إعلام إسرائيلية أبرزت وجود خشية لدى قادة الجيش من تصارع وطيرة المغادرة الطوعية لعناصره حيث أشارت صحيفة إسرائيل اليوم في تقرير لها إلى أن ضباطا كبارا في الجيش قال يكون جدا إذا النقاش المستعر بين الشباب الذين يخدمون وكذلك بين عناصر الخدمة الدائمة الأكبر سنا الذين يفيدون أيضا برغبتهم في التسريح من الخدمة جراء العب الملقى على عاطقهم مقارنة مع جنود الاحتياط تراهل الجيش الإسرائيلي فقدانه القدرة على حسم الحرب في غزة عبر عنهما استطلاع أجرة وكالة رويترز داخل إسرائيل شمل عددا من جنود الاحتلال حيث أعرب الجميع عن إحباطهم من القيادة السياسية في إسرائيل بسبب فشلها في غزة المشهد المتراهل سياسيا عسكريا يزيد من قطامة التكلفة الاقتصادية لحرب أودت باقتصاد تل أبيب إلى حفة الانهيار حيث تصل تلك الخسائر إلى 52 مليار دولار بنسبة 10% من إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي البالي 520 مليار دولار وفق بيانات أعلنها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي كما أدى تراجع عجلة الإنتاج وتوقف الحركة السياحية وتعطل ضخ الغاز الطبيعي للخارج إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي بنحو 1.4% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر